هلو ازايكو يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة انا نوحة طوبة من شانل نايتف طوبة طيب الفيديو النهاردة هنكمل سلسلة الاليمنتري اللي هو الورحلة الاساسية في تعليم اللغة يعني انت لو مبتدت هنكمل معي سلسلة الاخر طيب المرة اللي فايت اتخدنا اتكلمنا عن هافة طيب المرة دي هنتكلم عن ايه عن جو جو means to move from one place to another انا نتحرك من مكان لمكان دي باستخدم الفرب جو اللي معناها يذهب طيب هال جو معناها يذهب يعني ما يقول مثلا I go to school انا بروح المدرسة I go to the club بروح النادي I go to the company ايه الشركة I go to work بروح الشغل هل بيكتصر معناها عنه يذهب بس لأ ليها معاني كتير جدا حسب السنتنسة اللي احنا هنقول هاد الوقت اول سنتنس او اول جملة معي اما جاقول I go to work by bike بروح الشغل بالعجلة My brother goes by car طيب انا لما جا تكلم عن نفسي هقول I go I go مش بحط للverb اي اضافات I بس لا I طيب طيب لما جا تكلم بقى على my brother my sister my friend صديقي اي حاجة بتاخد he او she او it طيب في الحالة دي بحط أداشة في الفرب go بحط له اس بحط له اس مش اس بس لأن الفرب لو مهتاح يبقو بحط له اس يبقى هقول My brother goes to work by car My brother goes to work by car طيب السنتنس طيب لو انا عايز احط الرب go ده في الماضي او في البحث سمبل انا روحت انا ذهبت يبقى في الحالة دي بدل ما هي go هخليها went بدل ما هي go هخليها went يبقى انا دلوقت اي verb عايز اقول كلمة يذهب يمشي يروح راح يبقى انا استخدم go او goes or went go goes went اعتقد الطريقة دي سهلة دي كمبتدئ ان انت تعرف تعمل كوال بسهولة من غير ما درسنك ال present symbol كله ولا ال past symbol كله لأ هناخدها verb كده بحيز انت تعرف تتعلم بسرعة والموضوع ما ياخدش معاك وقت كبير احنا رحنا او سافرنا باريس الشهر اللي فيت او الصيف اللي فيت we went we went to paris last summer we went to paris last summer يبقى went حين ما قاتش معنا ذهبنا يعني ممكن تقول سافرنا ذهبنا we went to paris last summer shall we go to the swimming pool today shall we go shall we go shall we go to have dinner shall we go to travel shall we go to the club shall we go to work shall we go shall we go shall we go shall we go to the swimming pool today today in the harda today in the harda you can go to a place on foot or in some kind of transport go to a place on foot على رجلك ممكن تروح لأي مكان على رجلك or use any kind of transport او تستخدم اي نوع من الموصلات اوكي ممكن استخدم جمال اي تايين استخدام البرب go تعالوا انتو اس كده كيم went كيم ونت to his room and shut the door كيم او احمد went to his room هو راح تبطه وقفل الباب كيم او احمد went to his room and shut the door shut the door وقفل الباب shut the door هو خرج من البيت احمد went out went out went out of the house went out هو مشي من البيت went out of the house يبقى go ونحضلها out go out معناها يمشي go out معناها يمشي يبقى go out معناها يمشي او يخرج من البيت go out اما محب اتكلم اهعد بلهجة جديدة شوي go out اطرع مرة go out كل ده نمشي استقلوه مع go احمد was tired he went up the stairs slowly يبقى go يبقى go احمد كانت عباية شوي he went up the stairs slowly he went up he went up the stairs slowly هو طلع السلم بالروحة he went up the stairs slowly the phone was ringing 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 the stairs quickly هي نزل الدود يعني هي نزل بسرعة على السلم عشان تردد على التليفون يبقى داني التليفون كان عمال يرم هي نزلت بسرعة يبقى او يطلع السلالة ينزلت بسرعة ما تيجي تقول لحد امشي امشي بعيد يبقى امشي بعيد يبقى امشي بعيد طيب انا هرجع تاني والله عشان نسيب حاجة ام جوين باك يبقى اهرجع تاني ام جوين باك ام جوين باك ام جوين باك تقول مي فرند يبقى ام جو باك فانا هيرجع تاني يبقى خلنا دلوقتي جو ام جو داون جو باك كل دي بيربز مهمة جدا ان انت تبقى عارفها عشان تعرف تعمل الجمل لو انت لسه في اول طريق تعرف نشوف ايه تاني معانا دلوقتي في بعض الحاجات او الناونز لازم يجيب معاها جو زي ايه زي ايه تانسي ايه تانسي جو دانسي جو دانسي جو دانسي يروح يروس دانسي جو دانسي جو دانسي ناخد بدنا ان بعد جو لازم احط وراء فيرب ايه تانسي يبقى جو شوبينج جو سويمينج جو دانسي جو دانسي طيب لو انا عايز اروح واتفرق على اه الاثار والمناظر الجميلة اللي في الاثرسل مثلا اقولها عليها ايه اسمها جو سايد سيينج جو سايد سيينج جو سايد سيينج ايه تاني عايز ازهف عالجالين بقى يبقى جو سكيينج طيب عايز استطاع يبقى اسمها جو فاشينج جو فاشينج جو فاشينج طيب هيه كمان اخر حاجة ممكن استاخدم فيها لو انا عندي خطط هعملها. مثلا انا عامل حسابي ومعايا بتاعتي والضبط الهدومي وحكتي ان انا بزافر الجمعة اللي جاية. يبا هقول اختصرها كمان لجانا. يبا ايه كمان? ايه كمان? ايه آآ ايه كمان ايه كمن ابتدائي ايه ووسك. دي حاجة بعلم الغير. sell yeah. بقى لو انت خلصت السنقوية عامة و جبت مجموعة كلية الطب وخلاص داخل كلية الطب فممكن تقول ام جانا بينا داكتور عشان انت حاجة دلوقتي ان شاء الله بإذن الله متأكد منها يبقى دي اسمها الفيوتور بلانس هتاخد وترتبها في نور بوكس وغيرا كده وتحفظها هتلاقي نفسك ان شاء الله قادر ان انت هتتكلم انجليز وشامل كويس فترة قريبة هزبط لكم الفيديو في التاي لست واحدة عشان تبقى عارف انت تتابع الفيديو ده نمبر وان التاني التالت وهك متبقاش متلقض عشان دي شكاوكا بتتجيل كثير على القناة عشان متبقاش من دايلي يعني لو عجبك الفيديو متنساش شير و لايب و سابسكرايب على ماييييييييييييييييييييييييييي لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايب و شير على الفيس بوك ولو امتغاني على اليوتيوب و حاسم الشر بسيطة عليكم تستفيد فعلا متنساش تعمل سابسكرايب وتفعل بتاع اللي دولو عليه ده جرزي كان بيه تنساش